شهاب مهيوب فنان تشكيلي يتحدى إعاقته بعد أن تفجرت لديه موهبة الرسم منذ وقت مبكر عززها لاحقا بدراسة الفن التشكيلي وحصد فيها المرتبة الأولى لكنه اليوم يكابد وجع إعاقته ومرارة الحرمان إلى جانب أسرته وطفلته الوحيدة هنا بريف تعز التحق بعدا بالمعهد في تعز مع هذا الحصاب ودرست فنون جميلة وكنت أريد أن أواصل الدراسة العليا لكن إعاقته من خذلتني لم يعلم الرسام شهاب أن الأقدار خبأت له قدرا من المعاناة وكانت الفاجعة عندما تبين أنه يعاني من هشاشة العظام وتآكل مفصلي الوركين وحينها قرر الأطباء بأنه يحتاج لعملية استبدال مفصلي الوركين بمفاصل صناعية تفيد التقارير الطبية بأن يعاقة شهاب بلغت فيها نسبة العجز أكثر من ثمانين بالمئة من قدرة تحمل الجسم وفوق هذا لم يتمكن من السفر إلى الخارج لكنه كافح بكل صبر واقتدار يعاني هشاشة في العظام وتآكل مفصلي الوركين وبحاجة إلى استبدال مفصلي الوركين بمفاصل صناعية بمركز متخصص في الخارج لكن القهة الداعمة لم نقدها ليس لشهاب سوى تلك الحقنة التي يصل سعرها شهريا إلى 20 ألف ريال علها تخفف من أوجاعه ذهب للبحث عن يد العون لدى صندوق المعاقين وفي نقابة الفنانين التشكيليين في تعز لكنه لم يحصل على شيء حاول شهاب رسم العديد من اللوحات كي يبيعها ويعيش عليها فلم يحصل على من يشجعه ويشتري منه في ظل غياب دعم واحتواء المبدعين والرسامين الأمر الذي دفعه لترك الرسمي تحت وطأة واقع محبط إبراهيم سعيد لبرنامج صباح بالقيس تعز